في ميدان العملية السياسية العراقية الذي يحضره ويراقبه جمهور على امتداد البلاد من المواطنين المتعطشين لتحقيق المطالب وتلبية الاحتياجات والدولة أيضا التي تحتاج إلى تسيير قراراتها وميزانياتها في ذلك الميدان على وجه التحديد في شهر رمضان تقترب الصورة لصراع القوى السياسية بما يشبه حالة السبات والصوم السياسي وقد يوحي لهدوء قبل عاصفة لا شيء تغير على صناعة الحكومة منذ ستة أشهر أي بعد إعلان نتائج الانتخابات لا شيء تغير في التقارب بين الكتل السياسية المتناحرة على تشكيل الكتلة الأكبر بل ارتفع مؤشر التنافر وكل عند غايته من شروط وأهداف لصناعة الحكومة من راحم البرلمان الخامس رغم ذلك كله إلا أن أوراق ورؤى تظهر بين فترة وأخرى آخرها ما جاء به رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي لإيجاد حلول تنهي حالة الانسداد وما يصنع التوفيق بين التحالف الثلاثي والإطار التنسقي عبر دعوة نواب الأغلبية لاجتماع خارج أروقة البرلمان ومن ضمنهم الموالون والمعارضون والمستقلون لطرح أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء الأوراق والرؤى حتى اليوم لم تجد طريقها للحل الجذري للأزمة المعقدة ولو كانت على قياس كتلة وطنية وفق شروط كما يقول عبد المهدي إلا أنها بحسب مراقبين توضع في خانة الانتظار لما تقول إليه التفاهمات بين الإطار التنسقي والتيار الصدري التيار الذي أعلن صومه الإعلامي في رمضان وفي جميع الحالات فإن السبات أو ما يشبهه أو حالة الهدوء لا تخدم العراق السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي إذا استمرت العقدة تكبر ككرة ثلج أو قل إنها كرة نار قد تحرق مشروع بغداد السياسي إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر